هذه أبرز العناوين من الآن الإيطالي يدخل على خط التعاقد مع نصير مزراوي لا يصدق فريق الرجاء البيضاوي يتعرض للإهانة في الجزائر وهذا ما وقع لها مصطفى حجي باب المنتخب مفتوح في وجه جميع اللاعبين والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ميلانا الإيطالي يدخل على الخط للتعاقد مع نصير مزراوي ذكر تقرير صعفي أن الدولية المغربية نصير مزراوي لعب آيكسا مسترداما الهولندية يحضى باهتمام أحد أنديات الدورة الإيطالية ووفقا لما ورد في شبكة سكاي سبورت فإن ميلان يدرس التعاقد مع اللاعب الذي سيكون بدون نادا في الصيف بعد انتهاء عقده مع آيكس مزراوي البالغ من العمر 24 عاما لاعب مهم في آيكس ولكنه لا يريد الاستمرار مع الفريق بحثا عن تجربة جديدة خارج هولندا وقد جرى الحديث مؤخرا عن وجود اهتمام باللاعب من عدة أندية خاصة برشلون الإسباني وبروسيا دورتموندا الألماني لا يصدق فريق الرجاء البيضاوي يتعرض للإهانة في الجزائر وهذا ما وقع لها أهان فريق وفق سطف الجزائر فريق الرجاء تحسبا للقاء الجولة الثانية من دور المجموعات من مؤفسة رابطة أبطل إفريقي لكرة القدم وتدرب الرجاء في ملعب لا يصلح حتى للتنزه بل أشبه بحضيقة وبعشب يهدد السلامة الصحية للعبين ويجهل الأسباب الرئيسية التي دفعت المسؤولين هناك في الجزائر في منح الرجاء ملعبا للتدريبات بذلك الوضعية السيئة ويبدو أن تعليمات من جهات عليا وجهت كي لا يحتفرق الرجاء بظروف جيدة فحتى فريق مولودية الجزائر الذي تربطه علاقة جيدة بمسؤول وأنصر الرجاء اختفى عن الأنظار في الوقت الذي تعود الرجاء على استضافته كل ما حل بالمغرب وهو ما فسر بكونه تعليمات من جهات عليا فرضت على مسؤول المولودية التواري عن الأنظار وظل المغرب بلد ضيافة لكن دون أن يلعم بالكرام ذاته حين يرحل لمواجهة أشقائه من القارة الصمراء ويلعب الرجاء لقاء وفاق سطيف الليلة ابتداء من الساعة 8 ليلانا بملعب 5 جوليا بالعاصمة الجزائر أكد مصطفى حجي مساعد مدرب المنتخب الوطني المغربي وحيد خلال زيتش أن باب الأصود مفتوح أمام الجميع مشددا على أن المنتخب الوطني يوصل التطور وأن اللاعبي لديه من رغبة في تحقيق شيئ ما وقال حجي في تصريح صعفية بكل صراحة هناك تغيرات رغم أنه من الواجب القيام بها بتأذن وتريوت لدينا لاعبون موهوبون على غرار أشرف حكيم وصفيان بوفال إلى جانب لاعبين أخرين الذين لديهم الكثير من الإمكانيات وما زالوا يافعين وتابع اليوم أعتقد أن المنتخب الوطني سوف يتطور يجب خلق قاعدة من لاعبين لهم صفة الزعام على مستوى الخطوط الثلاثة ومع وجود كل اللاعبين الموهوبين أعتقد أننا في حاجة إلى ثلاثة أو أربعة لاعبين للقيام بدور القائد من أجل أن يعطي المنتخب أفضل ما لديه وينبغي أن يكون هناك لاعبون زعماء لأننا نتوفر على الموهوبة وهناك تضامن كبير واللاعبون لديهم الرغبة للقيام بشيء ما لكن مرة أخرى يجب التوفر على لاعبين للقيام بدور القائد وأكد حجري في التصريح ذاته إذا أراد الناخب توجيه الدعوة إلى لاعب فسيستدعيه فهو المسؤول على الخيارات والقرارات وباب المنتخب مفتوح في وجه الجميع ولم يستبعد حجة إمكانية تولي منصب مدرب فريق ما قائلا بكل تأكيد لدي الرغبة في أن أقوم بهذه المهمة لكن علي أن أكون متريتا وأن أتعلم أكثر وأن لا أذهب سريعا كنت محظوظا بالعمل بجانب رونار والآن مع خليل زيتش فهما مدربان لهما أسلوبان في الممارسة المختلفة ومعهما تعلمت الكثير الآن علي تحمل هذا الترايج بكثير من الصبر تحدث مدرب نادي إشبيليا جوني لوبيتيغي عن خط هجوم فريقها حيث أكد المدرب الإسباني أن يوسف انصاري يحتاج ليد المساعدة لاستعادة بارقه لا سيما وأنه غاب لشهور عن الملعب وقال لم يلعب انصاري لمدة ثلاث أشهر ونصف وعليه استرجاع توهجه والذي لا يأتي بين ليلة وضحاها علينا مساعدته لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن يشار أن يوسف انصاري قد شارك رفقة المنتخب الوطني في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون وسجل هدفا واحدا في مرمى منتخب مالاوي لكن أداءه لم يكن في المصة والمطلوب حسب رأي الشارع المغربية حقيقة الصلح بين خليل الزيتش والمزراوي كشف مصدر داخل الطاقم التقني للمنتخب المغربي لكورس القدام أنما أتير في الآوين الأخيرة حول رأب الصدع بين وحيد خليل الزيتش مدرب المنتخب واللاعب نوسير مزراوي مضافي وفارق أياكس مستردام لا أسس له من الصحة أنه لا توجد أي تطورات في القضية وتابع نفس المصدر أن وحيد لا يفكر نهائيا في السداء المزراوي لحد اللحظة إذ أنه خارج مفاكرته ولا توجد أي اتصالات بين المندرب واللعب وأنما أتير يبقى مجرد الشائعات وأضف المصدر ذاته أن وحيد يوجد في فرنسا وقرر الاعتماد على نفس التشكيل التي خاض بها كأس الأمم الإفريقية وإجراء بعض التغييرات الطفيف فقط في حال وجود إصابات أو عدم جاهزية عناصر المتاحة وقد استقر على بعض الأسماء الاحتياطية وأنه لا يوجد بينها نصير مزراوي وختم المصدر حديثه بكون وحيد يرفض إعادة مجموعة من الأسماء في الوقت الراهن ويركز على المباراة المقبلة ضد الكونغو الديمقراطية برسم المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 مدرب وفاق ستيف الرجاء هو الرجاء كيفما كانت حالته ومواجهة تهدير بإفريقية يجعل الجماهير متلهفة لموعد المباراة تحدث نبيل الكوكي مدرب وفاق ستيف الجزائري عن المواجهة التي ستجمعه بالرجاء الرياضية لحساب الثاني مباراة دور المجموعة من دور أبطال إفريقيا وقال الكوكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء الفريقان يتوفران على خبرة كبيرة في المنافسة القارية رغم بعض الظروف المحيطة حيث تجد واحدا له مشاكل فنية وآخر مادية لكن دائما تقاليد واسم الناديين يجعلان الجماهير تتلهف الموعد المواجهة وتابع حضرنا للمباراة بشكل جيد فالفوز بها يمنحك الصدارة وميكانيزمات أخرى للمواعد القادمة الخاص فاز بكأس الاتحاد الإفريقي الموسم الفارط رغم أنه فقد بعض الأسماء لكنه انتدب تسعة آخرين رغم أنه يعاني مؤخرا من مشاكل فنية وأكمل بالنسبة لنا قمنا بموسم جيد وتحصلنا على المرتبة الثانية محليا وغادرنا لعب وانتدبنا آخرين وحتى إن عانينا من صعوبة الأمر في البداية لكننا وجدنا طريقنا مؤخرا واستطرد المباراة ستحسمها عدة عوامل من بينها التركيز والرغبة لدى اللاعبين ثم الجاهزية الدربية المحلية أو الدربية الإفريقي تحكم فيه التفاصيل الصغيرة لكن لكي تفوز فعليك لاعب الكرة لمنحك حدود أكبر للفوز واختتام الرجاء هو الرجاء كيفما كانت حالته فهو وصف الدورة المغربية لكن في المنافس القارية هناك أجواء أخرى وعلينا أن نكون مركزين جيدا أمامهم يذكر أن مواجهة الرجاء ومضيف وفاق ستيف ستجرى اليوم الجمعة على أرضية ملاب 5 جولي ينطلق من الثامن مساء بالتوقيت المغربية ترجمة نانسي قنقر